رواية ناشئة راعي الكنيسة الإنجلية بالشرقية هيكلمنا عن شام النسيم وعياد شام النسيم في عياد المسيحيين الحقيقة عيد شام النسيم أو شام النسيم ده عيد مصري قديم الحقيقة أول ما تم الاحتفال بعيد شام النسيم كان 1700 قبل الميلاد يعني هي عادة فرعونية عادة فرعونية عيد مصري عمره الآن اقترب من 5000 عام طيب يمثل ايه بالنسبة للدين المسيحي اقول له حضرتك هذا العيد ليس عيدا مرتبطا بالدين المسيحي لكن مرتبط بالإنسان المصر لأنه هو كمان ليس 200 عيد الحصاد حيث يكتمع كل المصريين فرحانين بالحصاد والحصاد ده اللي زرع واللي تعب والحصاد واللي بنحتفل ميمة معنا هذا العيد إعلان عن لحمة المصريين منذ فجر التاريخ يعني منذ 5000 عام هذا العيد إشارة أن المصريين لحمة واحدة مش نسيج واحد ده خلية واحدة وشام النسيم الحقيقة كان الاحتفال بالحصاد والنيل وعايز في المقام ده أذكر شيء عن النيل طبعا إحنا عندنا مشكلة في النيل لكن أنا عايز أربطها بشام النسيم شام النسيم الحقيقة الحصاد كان مرتبط جدا بالنيل وأعياد الحصاد كانت مرتبطة جدا بالنيل طبعا هيرودوت قال مصر هبت النيل وأنا في اعتقاد الشخصي وفي إيمان الشخصي أن الله الذي وهب النيل لمصر لا يستطيع كائن من كان على وجه الأرض أن يمنع مياه النيل عن مصر إلا الله سبحانه وتعالى والله الذي وهب لا يمكن أن يمنع إن شاء الله لو اجتمع العالم كله هذه ثقاتنا هذه ثقاتنا وأقول هذا لأطمئن جموع الشعب المصري وأطمئن القيادة السياسية وجميع المسؤولين لا تخافوا فالله الذي وهب النيل لمصر لا يستطيع إنسان مهما كان أن يمنع هذه المياه عن شعب مصر